طيب أنا جاي حال إيه ده في إيه؟ معرفش موسيقى موسيقى دaffen دji رحوا اللي بعدتك .عيد .أنت أولا يا أنا .عيد .أبي الله أصبح .أتفا .تمنوا .متخبطي كدلي .ساين .ستنين هنا .مشبكة للمك .مين دي يا ساين .مين دي .مين دي .دي يا أمراضي .سلمي عليها .يا نهرك اسود ومنايل بستين نيلة .أنت بتتجاوز علي أنا يا ساين بتتجاوز علي .ترمي نفسك وتكلمي بأدب بدل ما مدي يدي عليك .كمان تمدي يدك علي .كمان .لي يا ساين .ليك تعمل معايا كده .كل ده عشان كرهك لرحيم .عايز تنتقل منه وخلاص .طب والن زنبي إيه .أنا عمري عملت لك حاجة وحشة .أمري قصرت معاك في حاجة يا ساين .لا وانت قصرت في حاجة يا رحب .لما تسيبي جوزك وتعيش في حضن أخوك وأبوك .تبقى قصرت يا ستة هانم .وأنا كذا مرة بتكتع علي عيشي معايا وانت اللي كنت بتنفضي .وأنا راجل ولها طلبات .وأنا كنت عايزان أعيش في الحرام .وأنا ده هيكون بالنسبة لك مية مية لو أنا مش متجاوز .بتباني يا ساين بعد كل اللي عملته لك .بتباني بعد وقفتي جنبك .أنا بيعطيكيش أبحانك .وأطي الجهزة جوا من مجميعهم .وأش هام وأفقى تعيش معاك في بيت واحد .عايزة تخش قطك وتستاهدي بالله .وأنا تركى بشتنك وتخليه يوصلك لبيت أهلك توصيلها مجاني .أنا اللي أستاهل .أنا اللي أستاهل أني حبيت واحد زيك .وأستحملت اللي مفيش مخلوق ممكن يستحملوك .كنت بقول معلش .معلش استحملي أهو أبو بناتك وعشرة عمرك .كنت متوعاك في كل حاجة .ومصدقك في كل حاجة .أنا اللي أستاهل .أستاهل عشان موقفتش قصادك .وأنت بتطرد أبويا وأخويا من بيتهم .أنا اللي أستاهل عشان كنت عايزة أرجع أخويا السجن تاني .وكل ده ليه؟ .عشان كنت مصدقك .كان الدماغي فين أنا مش عارفة .كنت مصدقك إزاي أنا مش عارفة مش عارفة .عشان أعرف إن أقديم أحبك يا رحيك .وأنا بكرهك .بكرهك ومكره لابسي ومكره رحيم ومكره أبويا ومكرهك وكلكم .بكرهك وكلكم .متش فيلك حيطة يا جهان ما تنفذيش انت يوم .أخوك .رحيم بيه؟ .نزلوه .أحملتي يا رحيم بيه اللي بيحصل ده كله؟ .مكفى الخراب اللي بيش هافوا بسببك .صبوه .أجري .أي؟ .أجري .أجري .أبعدين بقى؟ .إيه المفاجأة في الليلة الصدى دي؟ .هتيجي دلوقتي أصبري بس .لا مش قادرة أصبور بقى الصراحة زهقت .لو مجاتش المفاجأة أنا عايزة أمشي .حنان أصبري هاردلك اعتبارك .الوقتي اللي تسبب في دخولك السجن هجيبه إيه نتحت رجلك؟ .مين ده؟ .بسببلي بس بسببلي .ألو إيه يا ابني انتو فين؟ .اتأخرتوا ليه؟ .إيه؟ .يعني إيه؟ .رحيم ماشى؟ .طب ماشي 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 .خلاص خلاص خلاص .يا الله سلامي .حصل إيه؟ .رحيم وقف العيال ومشى لإسمه كمال .كمال؟ هيدي المفاجأة؟ .ومشى ليه؟ .مش عارف .هكلمه أفهم .طب يردش .هو رحيم بيعمل كده ليه؟ .هو رحيم بيعمل كده ليه؟ .مش عارف .أكيد لما قابله .هفهم كل حاجة .أنا مش قادر أسد .أنا كنت فاكر إن رحيم وراء كل اللي بيجرى لك .هو أرارتك في القضية .وبعدين هو اللي أراربك .وبعدين هو اللي طلعلك دريل براءتك .عشان يمينه دمك البطل .اللي ما استغناش عنك .بس رحيم عمره ما كان كده .أنا كنت أقرب واحد للرحيم قبل ما يدخل السجن .عمره ما عربني للخطر ولولي ثانية واحدة .طب إزاي يعمل كده؟ .هو عارف كويس قوي .إن أنا ممكن أتسجن طول عمري أو أموت فيها .تصور يحترم بردو .استني .أنا افتكرت حاجة مهمة دلوقتي .هشام .أتخطف يوم خروج رحيم السجن .وأنتي توردتي في القضية تاني يوم .وهشام أصلا كان لسه مخطوف .يبقى زي رتبه الكل ده .شوفت؟ .يبقى أنا زي ما بقولك .رحيم مالوش دعوة بالكلام ده .أيوة بس ده معنى أن في حد عايز يورد رحيم .ويخليني يمشي وراه في نفس السجن .أيوة بس مين ده وحيستفيد بإيه؟ .مش شرطاً اللي بيحصل كله ده عشانك أنت .عشان رحيم .انت الحلقة الضعيفة .اللي هي قدر إيه يرحيم بها .طب ويلهي عن إيه بالضبط؟ .الأسئلة دي كلها جابتها عند رحيمة .أنت حتوليه إن إحنا نمتقبل؟ .أنا هو بقى لنا فترة ما نمتقبلش .إيه ده؟ .متخانين أو إيه؟ .أنا ياسف مش بتدخل في حياتك الشخصية .بس أنت عموماً وصلتيني إن إنتي عايز توليه .أموماً أنا بشكرك على مساعدتك ليه .لأ العفو عليه .بس أنا برضو .عايز أسألك سؤال شخصي .هعموت وعرف إجابته .لو عايزة تجاوبي جاوبي .مش عايزة أرفودي .بصراحة أنا مستغربة وجملة زي دي تيجي من ظابط أمن وطني .أنا مش أي ظابط .معلش أنا آسف يعني .إزاي حد زيك يرتبط بحد زي رحيم .أنا ورحيم مش مرتبطين دلوقتي .بس بتحبيه .دكتورة مهمة زيك .ترتبط بواحد مجرم وحرامي .إن شافني دي حاجة عادية .والله أنا كل مرة بس ألنفسي السؤال ده .عمر ما لقيت له إجابة .خلي ولكن نفسك .شكري .كان المفروض تقولي يابني ما تتصرف من نفسك يا رحيم .يابني ما أقولك ما كانت شي وقت .إنت إيه؟ .الحاجة هداكت برعبانة .والله أعلم كانت ممكن تعمل إيه وأنت خطف كبير .مش بعيد كانت تبلغ البوليس .زي ما حصل قبل كده .عشان تشوفنا هنخرج منها الزيك